السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بنا نعمل هوت شوكولت يدفينا من دون تقنيب ضمير مكونات كتير سهلة اول شي بلزامنا كاكاو بودرة غير محلة بدنا نستخدم منه ملعقتان كبار منضيفة عليهم ملعقة صغيرة من الستيفيا وفيكم بعدين بتضيفوا بتعدلوا على حسب الحلاوة اللي بترغبوها اهم الشي الستيفيا بيختلف اوقات تركيزها من منتج للتاني فانا هكتب لكم تحت بصندوق الوصف قديش بتعدل بالسكر نخلطهم مع بعضون وبدنا نضيف عليهم الحليب هاستخدم حليب خالي من الدسم بيلزام لنا واحد كوب من الحليب السائل نستخدم الويسك حتى نحرك شوي ونخفف عنا تكتلات لبعدين ما حيمتزوا بشكل كامل بعدين على النار بيدوبوا معنا بشكل كامل بعد ما نخلطهم شوي ناخدهم ونحطهم على النار على نار هادي لانو الكمية اللي عنا قليلة الكمية لشخص واحد منضلنا منحرك لحتى يغلي عنا الخليط ويصير جهز للتقديم انا حضيف نصف ملعقة صغيرة من الستيفيا انتو بتضيفوه على حسب الرغبة وقديش انتو عبالكن يا حلو الحلاوة بهايدي الوصفة معتدلة يعني منها كتير واضحة بس هيك تحلينا شوي متل ما قتلكون انتو بتحلو حسب الرغبة حتى فيكن تحلو بايشي انتو عبالكن يا او بايشي عم تستخدموه عندكم بالبات دايما قبل التقديم اتضوقوا وشوفوا اذا عبالكن تعادلوا ايشي وهيك منكون عملنا هات شوكلت من دون زبدة من دون سكر ومن دون اشياء بالطخن وبيصير عنا جاهز للتقديم دغري قدموه هو وساخن بيدفيكن بهالطأس البارد وطعمته كتير لزيزة والكاكاو اللي فيه واضح يعني بيخليكن تحسوا بطعم الشوكولة بشكل واضح رشوا من فوق رشة كاكاو بودرة كتير بتعطيه شكل حلو وهيك منكون خلصنا وصفتنا لليوم شاء الله تكون عجبتكن ومجربوها وعطوني رعيكن فيها صحتين هنا